كل يوم في حديث في البزنس على قطاع من القطاعات الاقتصادية على النشاط من الأنشاة الاقتصادية نحاولو نقربو من كل القطاعات والأنشاة الاقتصادية نفهموا واقع النشاط اليوم في المؤسسات الاقتصادية مع أصحاب المؤسسات مع الخبراء مع الهيكل النقبية والمهنية لتمثل كل القطاعات والأنشاة الاقتصادية نحاولو من خلال هالحوار هذي نقربو أكثر ونفهموا واقع النشاط لأنه في ذل وضع اقتصادي وميلي صعيب في البلاد يؤثر تقريبا على كل العنشرة والقطاعات الاقتصادية في اي ظروف تعيش هالمؤسسات والقطاعات والعنشرة الاقتصادية هذا هو اللي نحاول نكتشفه كل يوم في حديث في البزنس اليوم باش نحكيه على قطاع تقريبا كل التوينسة اه تلقينا من عنده خدمة اه يستحيل باش ما مشينيش نهار منهارات الصيدلية مع انتهم اللي احنا دجا من اللي نجيه للدنيا اول اول حاجة تشريها لولدك ولا الصغيرك بنتك ولا ولدك هو تمشي لصيدلية تخذ له التلقيح والاقتر والدواء من عشان من اول نهار دجا تبدأ تمشي تاخذ الخدمة من عند الصيدلية علاقة التونسي بالصيدلية علاقة متميزة غريبة عجيبة التونسي يعتبر الصيدة اللي هو التبيبه متاعه يعتبر الصيدة اللي هو المستشار الصحي متاعه يعتبر الصيدة اللي هو المنقذة متاعه فاك الظروف الحرجة اللي اجيوا فيها حالات حرجة ويراوى انه في عديد الجهات التوى في عديد الجهات داخل البلاد السيدالي شخصية مقدسة بالنسبة للتونسي والسيدالية حاجة اساسية ومركزية في حياة الناس اللي في المنطقة هذيك اللي يسكنوا فيها يستحيل ما تكونش فهمة سيدالية نشاط بش نحكيه على الجانب الاقتصادي اللي عمل السيدالية كمؤسسة تونشت اليوم كقطاع اقتصادي يونشت اليوم يقدم حاجة يقدم منتوج حياتي للتونس ما فيش لعب الدواء ما فيش لعب منتوج حياتي بالنسبة لكل مواطن هالمنتوج هذيه اللي عنده خصوصية كبيرة في بلادنا وانو الدولة تشرف تقريبا على كل مراحل تقديم هالمنتوج هذيه منذمنا حتى للمراحل المتعلقة بالعمل متاع السيدالية احضر معنا ضيفنا في الاستوديو للحديث حول قطاع السيداليات سيناظم الشيكري للجمعيد السيدي لسباح النور السباح خير وسامة تحية الفريق التقني والعمل معاك والمستمعين مرحبا بيك ناظم بش نسألك كي ما نسأل ذيوف الكل من كل قطاع الاقتصادية شنية حويلها السيدالية اقتصادية شنية ظروفكم تخدموا صفاء ظروفكم بايا شنية حويلكم بسم الله الرحمن الرحيم والله الحمد لله معنى الصيدالية معنى قايمين بالواجب متاحهم مش من اليوم قاعدين يخدموا في المواطن ويأمنوا حاولوا بش يأمنوا توفير الأدوية لهم مرينا برشا ضعوف في الظروف اللي كانت حساسة بالنسبة للبلاد وبالنسبة للخدمة الصيدالية متثورة للحجر الصحي برشا معنى فهمة الديزيتاب اللي تعدينا بيوم اللي ورعه ونتصور للمواطنين اللي الصيدالية بريسك من القالق اللي يكون ديما موجود في خدمة المواطن معنى حتى في ظروف صعيبة برشا يعنى تقدم فيه منتوج حياتي بالنسبة للتونسي بالنسبة لأي إنسان الصيدالية يقدمني فيه منتوج حياتي الدوية متنجمش استغنى عليه الدوية ولا تعاوضوا بحاجة بحاجة أخرى إلا لقدر الأخ واحد مغامر بحياته معمد بطبيعة احنا كصيدلا نقدر المسؤولية اللي عنا الناس لازم تعرف اللي الصيدالية مهيش كل المهن كل الخدم الكل الصيد اللي معنى عنده مسؤولية شخصية معنى ينقاجي الديبلوم متاعه ينقاجي المسؤولية متاعه الشخصية على أي حاجة تصير في الصيدالية وهو مسؤول على أي حاجة ياخذها المواطن معنى هادوية ولا غيره هو مسؤول زادة على المواد الصيدالية اللي تدخل للصيدالية والأدوية الكل بنواحة فما شروط معنى هاللي اللي تم فيها حفظ الأدوية اللي تم فيها الصرف متاحه المسؤولية هذية وعين بها قاعدين نقوموا بها في أكبر مجهود النجم ونقوموا بها يعني مش نسلك المسؤولية هذية اليوم ما تمثلش ضغط لأنه فما مسؤولية قانونية مسؤولية أخلاقية للصيدالي في المهنة اه انتعوه خاصة مسؤولية قانونية خليني انقوموا تمثلش ضغط بالنسبة لكم منتم اليوم كسياد في ظل وضع سعيب أثر على النشاط متاعكم بشكله و بآخر ها بش نجيه بشوية بشوية نقص في عديد الأدوية بسبب مشاكل عمد الدولة في توريد الأدوية وغيره الدولة اليومية الوحيد المسؤول على توريد الأدوية في تونس هي اللي تحدد الأسعار هي تحددها مش نربحتهم نجيه لهذا ونحاول نفهمه أكثر وتأثيره هذية على نشاطكم الاقتصادي لكن المسؤولية هذية القانونية نتمنى الزغط عليكم لا على خطر نعرفه ما لنا وما علينا معنى من القراية تبدأ عارف روحك على الشقاد كالك سوارة وما في مشكن صيد اللي في صيدلية الخاسرة صيد اللي موجود في مخابر التحليل موجود في سبيتارات موجود في المعامل في برشة معنى في برشة معنى في برشة معنى تم الصحة والكالك سوارة في المؤسسات العامية والخاصة والمسؤولية ديما هي بيدها الصيد اللي ديما وين يخدم هو مسؤول قدرنا أن نكونه ديما أحنا في الواجهة الديبلوم بتاعنا وخير الدليل على ذلك معناها الوضعية نتعال الصيد اللي خاصة في سبيتارات اللي نلقاهه معناها الصيد اللي في وضعية صعيبة برشة كي ما صار مع عنا زميل معناها في سبيتار معناها حملوه مسؤولية اللي في الأصل ما يتحملاش هو والقاروح وفي الأخر مهدد بالحبس معناها نحب اللفتة وتحية اللي هو دكتور رعوف اللي في القضية ما يسمى بمتاع الرضع في قضية الرضع هالقضية هداية اللي تحمل فيها حقيقة سيدة المسؤولية أولي أنا دفعت على أنه الرضع هذوما تخرج الحقيقة متاع الكارثة اللي صارت ودخلت من يمام في 15 مداخلة عالمية كمش أكثر كمش عشرين بش نأكد اللي هذي حاجة مهمة برشة أنا نعرفه الصغارة هذو مالاش توافعو وياخذوا العائلات حقهم لكن في نفس الوقت أنك تحمل مسؤولية لشخص الموقع متاعه في المؤسسة الاستشفائية ما كنش تحت مسؤوليته المباشرة والناس اللي تحت مسؤوليته المباشرة ما ما يتسائلوش هذي اللي يخلي الصيدة اللي ساعات يحس روحه محملين ومسؤولية أكثر من مسؤوليته في بعض على ذاك أسألتك لأنه حجم المسؤولية صحيح وأنه صيدة منذ بداية الدراسة ويعرف روحوا لشنية قادمة يعرف اللونجاج مون اللي بش ياخذوا تجاه المرضى وقت اللي يبدأ العمل سويا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص ولا حتى يتصب في القطاع الخاص تم مسؤولية كبيرة ممكن في القطاع الخاص أكثر فأكثر يتحملها الصيدة للاعتبار وأنه تونسي يتعامل مع الصيدة اللي كاتبي بمعط يجي يستشيرك عمدي من عرش نيعطيني الدوا بطبيعة في القطاع العام المسؤولية تبدأ منفرقة ولي انت تتميي على القضية معنا معاش تعرف شكو تحكي معاش شكو المسؤول شكو تلقى كراسة وورقة مقطعة ولا مكتوبة بتعرف شكو معاش ترشم شي أما احنا في صيدلية خاصة ما عندك شي كيفش معنا اللي ديما معنا نحب نأكد عليها انه الصيدلية الصيدليات الخارجية في اسبيتارات حاجة لازمة تنحم تونس على خطر الدولة تضغف أموال كبيرة في الصيدلية الخارجية وفي القطاع العمومي وجنرال نحكيه على رقم أكبر من 1000 مليار كل عام مع الدعم فوق 200 مليار يعني ديون الدولة للشركة تنسي لصناعة الدوائية لا 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 مش نحكي على الدولة نحكي على الفلوس اللي تحطها الدولة مش توفر أدوية في اسبيتارات وفي مساحة الضمن الاجتماعي واللي بارتي كبيرة منها ومتمشيش لمستحقية هذي تخلي تخلي انتي معناها في وضعية الدولة في وضعية اللي فما دوية مش قاعد يوصل للناس وفلوس قاعدة تتحط وما تمشيش في حاجة تصلح للمواطن وتخلي اللي معناها المواطن يتعب معناها المالجري اللي يبدأ عنده هو حق مش ياخذ دوية من المسبيتارات ما يلقاهش ويضطر بش يشريش بالفلوس من السيدالية الخاصة معناها هذي في مراجعة كبيرة للتغطية الصحية في تونس اللي ينجم معناها يمشي جيستي عادي وياخذ دوية بلاش من الفرماسي من بتاع حونته هذي بالنسبة لقد انا نحب نجيك لكم كسيداليات خاصة اليوم وضعية النشاط بالنسبة لكم في اي ظروف تعديت القطاع هذي كما قلت كان في الواجهة في عديد المحطات مع هذي ثم ضغط مالي واقتصادي على قطاع الدواء في تونس بصفة عامة نتيجة تركمات الدولة هي اللي تشرف على المنظومة لكل من عرش هالاشرف هذي حسب رأيكم لازم يبقى بالنسبة للدولة على منظومة استيراد الدواء وتوفير الدواء للدولة هي اللي تسعر الدواء وهي اللي تحط ها مش الربح معناها كل شيء محدد بالنسبة لكم تلقوا روحكم كسيداليات اليوم كمؤسسة اقتصادية تصور في الفلوس بيش تبقى عايش بيش نجم تتواصل لعملا متاعك ولا ظروف ما هيش هاي شوف احنا عنا نظرة معناها في المجتمع اللي الصيدالية فلوس هاي هذي هي نظرة اللي في المجتمع واللي الصيدالية عنده برشة فلوس قبل ما انت بس تحكيها اتو انا احكيها انا معنا الهنية فما حاجة ما هو الصيدالية هي الصيد معناها السكتور الوحيد القطاع الوحيد في تونس اللي نجم يرفض بش يبيع لك حاجة معناها تنجم انت تجيب تمشي الفرماسي بش تاخذ وما نعطيك احي بالقانون مش نحكي على قانون نحكي على صحة انا احكي عليش انت تدخلني في كوميرس وفي في اكونومية لورك انا على بعض مايش مهمتي انا مهمتي انا نوفر لك الدواء ونحافظ على صحة المواطنين ونوجههم وندويهم الهناء انا ينجم يجيني مواطن يقول لي مقرب وعطيني باكو ماكسيلاز مهم مش عندك انت خاشم يجي اخوها ماكسيلاز لقريج مجيبش اعطيك انا ماكسيلاز ما عندكش موجي عن طاعة قريج متوك ما نجمش نبيع لك ينجم يجيك يقول لك خاشم يجري اعطيني باكو انتي بيوتيك لو انتي عندك خاشم يجري عش نعطي فيك في الانتي بيوتيك بل بش اخذ شوي بردغان اخذ باكو كذير يخففلك فيه فيتامين سي حاجة ينحيلك شوي الكورباتير اللي عارف ونهير انت لايذة تطب ويشد صحيح ويحب على الانتي بيوتيك وانا قولو ليه هذا شد صحيح معناها انتي في السعيدلية مكش بشرطي هي يجيك مواطن مشيش يدوي بش تبيع لأ الابروش ماهيش تجارية فصحيح فما ناس تقولك تجارية وبس يحب يخناك اللي هي تجارية محن نعرف فيش قاعد النعم وسكو يسير هو انتي وسام اول ما نصور كأنها ريت الفرماسيانات يعايت ولا يحتجوا على حاجة يعرفوا خدمتهم يعرفوا مسؤولية اللي عندهم ومسؤولية صعبة حقو كان الناس ما تشوفش كيفاش هو قاعد يجاري في المسؤولية هذي يشوف كان حاجات هو بالنسبة لي بسيطة عنده علاقة مع البرسونيل اللي يخدم في الصيدليات يعرفهم كيف اللي هو صغير ولا من بما انه عنده قرب معهم ويحكي معهم بوتاتر كل يوم كانوا عندهم مرض مزنة تلقى أسرارك عند الصيدلي تحكيله باش مريض وشي اللي عندك والكل باش يحاول يعاونك دونك البروكسيميتي والفات اللي صيدلي متاع الحومة انه المواطن يبدأ قريبا لهم وكل شي بتاتر ساعات ما يبدأش عنده حتكية كبير بصيدلي دونك ما تظهر له هكا حاجة ماهيش واضحة برشا وما يفهمش وما يعرش ما يعرش صيدلي من تني اللي قاعد يرقب قاعد يعرف شنو اللي قاعد يصير في الصيدالي يعرف شنو اللي قاعد ياخذوا المواطن وشنو اللي ماخديها شنو اللي موجود شنو اللي مش موجود الصعوبات اللي تلقاها المواطنين بشي تحصل على بعض الاتوية هذك الكل صيد ري علبلوا بيه ويحاول يلقى له الحلول اما مش بشرط يبدأ دايما المواطن بيش يعمل حكاية هذيه الكل عنده عن باكو فيه سلتالي يتصرف فيه يشوف فيه الامور متاعه ويحاول بيش يلقع الحلول على خاطر في وقت قريب مش بعيد برشة معنا احنا كنا المواطن اذا ما يقاش دو ايه يعمل دو ميتوري يمشي دور تونس كل بيش يلوج يدور بلاسة بلاسة من حمى لحمى بش يلوج عاد دوية متاعه لنا مديدة مقولوا بيوتاتر من 2016-2018 اشكا اكثر ولنا المواطنة لطرفه كلو اللي تتحسس فيه بشي واسع بالو شوي ويعطي ثيقة للصيدالي الخطر ما عنده حتى حل بشي ينجم ياخذ دوية لازم يعطي ثيقة للصيدالي والفريق العامل معاه بشي يوفرولو الدوية جانيس كانوا جد بشي نجم يداوي ونجم ياخذ الثلاثة ممتعه ويبرا هذي وحدة جسيون تاع البرتية هذي وحدة اكبر من المسئولية هذي ولينا نلقاو في حلول مش بريكولاج مين نلقاو في حلول بالتنسيقه مع التبهاء بالتنسيقه مع المريض بالتنسيقه مع جيب المريض على خطر مجدمة ينجم يطاوعك المريض وفي اغلب الحالات يبدأ ما عندوش فلوس هذي حاجة متخفيش على الناس الكل معناها هذي مؤثر على النجاح تمتعكم خلينا نفهم نظمني انه مهم جدا اليوم انه اليوم في ذل وضع اقتصادي ومالي اسعيب تراجع قدرة شرائية للمواطن التنسي فما حاجتين دائما هم الاساس بنسبة لهو اصغار وصحته مستعد يعمل على خطرهم اي حاجة ايه ما انتي كيجيك المواطن وصغير ومريض ودواب سبعتاش نالف وعندو اثناش نالف شنو مش تعمل تتحملوا السيدليات الكلفة هذيه في اغلب الحقيقي اني ضد ليه انا على براتيك ما ما يتعداش نهار ما نشوفوش معناها اه انكوليكت متاع فلوس في الفرماسي كيكسوا احنا كبرسونيل ولا مواطنين يعاون معناها تدقل لك انا سبعتاش نالف واحد ما عندوش يدقل لك عندي اثناش نالف واختلي انتي ها مش الربح متاعك من ستة العشرة في المية معناها معانتي ربح سبعتاش نالف هو ناقص خمسة ليلف شنو بش تعمل عكثر من الربح بطبيعة ومش واحد ولا زوز معناها انتي تلقى روحك في وضعية اللي اللي لازمك تبقى حلول للناش وكهوا معناها تبدأ جانجل معناها نظم اللي قاعدنا فيه من كلامك وانه الجانب اللي خلنا نقوله اخلاقي معانتها الجانب العلمي من المهنة الصيدلي تاغي اكثر على الجانب الاقتصادي كمؤسسة اقتصادية ونشط لازمها تبقى موجودة لانه في الاخر حتى واحد ما يساعدوا الصيدالية متاع الحمى تسكر ماذابية في كل ماذابية هم في كل الحمى فم صيدالية قريبة منهم تخلق كالثيقة وهكا العلاقة المباشرة وغيره معانتها اذا كان يستمر تستمر الوضع ايه خاصة نعود نقولها في ذل وضع اليوم يضغط على توينس بشكل كبير في ذل وضع اخر من جهتكم انتم كصيدل فقدين عديد الادوية بس بمشاكل متاع الدولة مشاكل مالية والالتجاء الى ادوية جانيسة اقناع على مريض بفكرة وانه ياخذ الدول هدايا موش الدول ما سينس به هذا قاعد ياثر على نشاط انتاعكم قاعد ياثر على استوكلي عندكم قاعد ياثر اليوم على مربيحكم على استمرارية نشاط انتاعكم على الركورتما والتعملوا في الصيدالية متاعك اذا كانت حب تطور في الخدمات وتقدم خدمات اخرى وغيره قاعد هدا ياثر نحب نفهم وضعي الصيدالية با جرباندي ديريكت عالنقطة الاخرة في السنين الاخرة منتاورش السيدالية تقاعدين يركورتو ظروف معاش تسمح باش انت تزيد معناه احنا الكروسونس عنا منعدمة لها توا تلاتة اربعة سنين حان احنا نفهم منعدمة معنطها استابل ولا فاما ديكورو او ولا فالاتجاه المعاكس ديكرواسونس ديكرواسونس فاما حد مسمعش اللي فاما انفلاسيون في تونس نس كل تعرف اللي فاما انفلاسيون ونعي شباه كل يو شو يا انفلاسيون بالعرب تذخم تذخم با نس كل عربية لبحكيت تذخم لسؤوم اللي زادت عاي با اا تذخم على تونس كل كان عصي دلي عليه لسه عليه على خطر على خطر الصيدلي مايتحكمش في الاسعار بتاع الادوي معناها الناس تشوف اللي الدوية غالية ولا بيتاتري قولك غلية عليها الدوية ولا الدوية دي ما يغلق ولوركو احنا طاولينا ثلاثة سنين الدوية مزاد حتى مليم ااا وكمبرازار وقتي هو مزاد حتى مليم الدنيا كل شا عالتوين نقر ديكوش نبش طلق طلق على اللي شارج غلية عليك طلق على الدنيا كل غلية عليك حتى انتك حطورة الذوء لانو مثل تخزين يستحق اا ما لا بطبيعة ذوك اللي شارج كل زادوا اما حتى في عيشتك انتك يا صيدري خطر انت يشوفك المواطنة ثارية ما عندك برشة فلوس قولك عنده الموضوع دي افضل منه ها قالولكو انت في الاخر معنا طلقى زملاء اللي قولك انا من جنتش كان نصلح كارهابتي اللي قولك ااا اا ما نقيتش بيش نعملك الحاجة الفلانية ولا ملقيتش كيش نعمل الحاجة الفلانية انسانية ما تخدمش ونجمش نبدلها. الوضعية هذي يصل للسيدة لي? بطبيعة احنا طوى في الوضع هذا طوى. فما ناس معناها تعمل. لو عنده مكان. يشانج ما بين بعضها في الدوية باش ينقص من ستوك هيك ويحاول يدبر ستوك اخر. معناها قاعدين نحاولون نتعاونوا باش نلقاوا دي سوليوسيون للناس الكل باش نتعاونوا باش ننجمون نخدموا في ارياحية ونحاولون نلقاوا دي سوليوسيون. اه سيبا يفيدون انه اه جي تقول لي انا ثلاثة سنين والاسعار بتاع الادوية ما تزيدش وقت لي الماتير برمير غليت وقت لي الترانسبور الانترنسيونال غليه الماتير برمير جي من البرره هم الهند من المصين معانيش عنا في تونس. دونك انتي كل شي غليه والاسعار اللي توصل المواطن ما تزيدش. اه بتات روية تقول لي انا نحب نوقف الانفلاسيون نحب نوقف معنا التذخم ونحب نسيطر على سعر. اوكي سيطر عليهم. باي؟ يهو تسمع انتي فما معامل ايترونجي قاعدين يحبو يخص يخرجوا من البلاد ولا خرجوا. اه بدي جي متاع شركة اجنبهي ما بشيقولولو رابح ولا خاسر معنا ما يقولولوش انتي تعاون في البلاد ولا فيش قاعد طعم. سعي. اه كيف كيف المصنعين المحليين اللي قاعد مين بواجب بالواجب متاحهم ويوفروا في قريب ستين ولا سبعين في المئة من استهلاك متاع الادوية في تونس. اه كيف كيف كيف. كيفاش تطالبه انتي بشيختم باسعار اللي تنجم تكون ما تساعدوش في بعض الادوية. اه تشوف اه صفات بيدها اللي هي تابعة الدول اللي هسنين ويقفة. وحتى كي تصنع تصنع كعبتين جس بش هاني موجودة كهو. ما تلقاش الدوية متاح الناس تعرفها اه 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 انا الكون وكون فين و. لا ليه فما دوية ما عانتش موجودين. ودوية معناها في في العادية متاع الشعب التونسي. اه معاش موجودين. ما تلقاههم مش. على خطر ما نجم مش يصنعوا خطر عندك المارجنتي من امام معناها بش تتخرجوا بش نجم تخدم. هميش الربح هذي. اللي المحدد من الدولة في الادوية الكل سواء الموردة ولا ولا المصنوعة اه محليا تحدوا الدولة. بطبيعة احنا اه القطاع السيدلة. اه. من نسمعونيش يقول كا او ذيك الدوية اغلى في فرماسية هيكي ولا الفرماسية ذيك اه. اه. الدوية نبقاها اغلى ولا زايد ولا. الاركم ما تصيرش معناه مستحيل. احنا في تونس اه ما نبدلوا سوم الدوية كما يخرج منشور من اه سيدالية المركزية فيه السوم جديد متاع الدوية المعاينة ذاك. اه معناها ما تنجم مش تلق اه ادوية سوموا مختلف من سيدالية لسيدالية. العملية هذي ما تتم كما فهمة اللي تتلمب وزارة المالية والصحة وكسترة. وزارة التشارة هاي. ويعملوا معناها الاريفيزيون بتاع الاسعارة عن الدي بي ايم وعن السيدالية المركزية كزوز المشرفين. ادارة العامل الادوية بوزارة الصحة? اه. اي. ادارة السيدة والدوية اللي دعو دخل تحت الاشي اسمها الاجانس دي ميديكامان. اه. 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 دنك معناها فهمة توت ان بروسيسوس اللي يحدد الاسعار بالنسبة المحليين واللي جيون من البر اذا كعاد الصيدالية المركزية عندها اسعار شراء واسعار بيع. وعندها الفان اللي تعمل بي كومبونساسيون معناها الدعم للاسعار بتاع الادوية الموردة. اه. اللي يتحكم في معناها في الاسعار ويخلي بعض الادوية مثلا الانسولين وغيره. اه. اللي المواطن يقعد دي ما ناجم يشرب بنفس السوم بش ناجم يداوي روح. اه. ناذا بش نمشيوا المورز للاخبار بش نرجع لك بعد الاخبار وبش نرجع لك اه من خلال الكلام اللي كنت تقول فيه. في ذل اه ها مش ربح محدد. عنده قداش من عام توا مازادش. يقابلوا انفلاسيون وارتفاع في تقريبا في كل شيء في اسعار كل شيء في البلاد. فما مصاريف يعملها السيدة اللي تقريبا يومية كل شيء زاد فيها الا البرودوية اللي بيعوا سومو مازادش. اه كيفاش قاعدة اه السيدة اه سيدة يلقاوا في حلول لاستنرار نشاط مؤسسيتهم. فما اللي يتحدث اليوم على اه اه خلنا نقوله المكملات الغذائية وانه ثم برسيدلية تتجه نحو اه 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 المنتوج هذي لانه فيها اه مش ربح افضل. فما اللي يتحدث اليوم على انه السيدة اللي حاولي قدم خدمات من نوعية اخرى متاع اه 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 زريقة وغير وغيره. هل هذي وقت للخبز يا عايش يخلي السيدلية عايش يخلي السيدلية ناجم تواصل نشاط متاحها. خليني نفهم معك اي حلول اليوم النجمون القاوة خاصة وانه قوانية المالية اللي جات الكل حتى واحدة فيهم لا راجعت الوضايا متاع الصيدليات نحب من عندك تعليق خاصة وانه وزيلك يتم المسادق على قانون المالية لسنة تلفين واربعة وشرين توت سويت موزي لاخبار مع زميلة من الهني ورجعين بعد لاخبار